والجزء بتاع الإعارات والصفقات وكان يمكن النهاردة كمان اندمام أحمد ياسر ريان لفريق سيراميتو على سبيل الإعارة الملف اللي حضرتك كلمت عليه بتفاصيله إن دوت مكسب للنادي ومكسب للعيب نفسه مؤكد مكسب للنادي أولا ثم للعب خريج مدرسة النادي بمعنى أنت استثمرت فيه منذ كان شاب ناشئ ثم شاب والآن استعادوا النادي الأهلي في عودة المعارين ومن ثم بدأ ياخد متشات إذن الراجل حكم عليه إنه وحش ولكن بلا تجارب إذن المتاح الآن أكثر خبرة أكثر تجربة طب أنا لو أعدته جنبي واحتجسته للتدريب وما فيش فرص ليه مبارياته دي كثيرة ثم هذا الخط يعني مفعن ما شاء الله بخبرات أعلى ودليل حتى سن أحمد ياسر رياض إذن الحل هو أن يلعب أسبوعيا أو على الأقل في أقصى تقدير يكون محط أنظار مدير فني كل أسبوع وهو يضع تشكيلة المباراة فين؟ في البريمير ليج اللي هو بتاعنا الإيجيبشن ليج وبالتالي أنت أفت اللعب وخليته يرفع قدراتك وخليته يكتسب خبرات الدور العام وكمان إيه بقى؟ هيهابر لأنه مع فرق الوسط خلينا نكون أكثر صراحة وما هواش مدافع في مهمته سهلة هو مهاجم أنت بتصنع منه راجل هينحط في الصخر مع فريق ربنا يوفاو عشان يحرز هدفه هيرجع لك شكله إيه؟ ده اللي حضراك أنت كراجل بتاع كرة تقدر توصف أكتر مننا كلنا أكيد حين تحتاجه هو معار ولم يتم بيع عقده يعني نهائياً ومن ثم فعلاً زي ما الراجل قال هو يعني مهاجم وحش لكنه يستحق أن يلعب أسبوعياً صحيح وده يمكن من خلال كمان وسائل التواصل الاجتماعي كمان أحمد ياسر ريان سعيد بهذه التجربة مش طالع بمغة لأنه كمان عنده خبرات على سبيل المثال شاف أكرم توفيه وشاف صلاح محسن وشاف ناصر ماهر لما تلعو إعارة للإسموحة وبعض الأندية التانية وقدوا بشكل جيد كان مكانهم محجوز في النادي الأهل ورجع تاني فده كمان يدلوا طموح أولاً لعيب الكورة زي ما حدق بتقول هو يعني بيته الملعب والمباريات ده مهم جداً الجزء التاني على سبيل التسويق أن ياسر صغير وإن شاء الله يقدم موسم مع سراميكا ومن سراميكا يعني كمان من الفرق اللي ممكن تساعد ياسر كويس بتلعب كورة هجومية شكلها كويس ده كمان الجزء بتاعه أنه خارج وهو يعني حاسس أنه يعني منتفخ أكسجين كده أنه ده بقى الجديد في الاحترام أنه تقعد معاه ما تقلوش مستغنى عنك حتى لو هي عارة قال أول خلاص يا ابن أنت معار لا المهارة ده بيتقعد معاه ويعرف أن هذا الخروج ضمن خطة اعداده بشكل أكثر خبرة فهو يمتلك المهارة والموهبة ما شاء الله لكن احنا مستنيينك في ظل رصيد كبر والدليل أن المفضلة ظلت قائمة بين وبين على حسب معلومات وبين صلاح محسن ومراوان لكن أعتقد أن مراوان مع فرص وجود رأس حربة اللي كنت دايما بحكي مع حضرك عليه اللي هو الاسترايكر رأس الحربة اللي السيردبا كم بيروحوله مع السنتر مراوان ممكن يبقى عنده فرص وأكثر خبرة وكذا ويقدر يعوض في مركزين وبالتالي خرج أحمد ياسر ريان وهو يعي تماما لأنه هناك اهتمام بخروجه لأنه يعرف هو رايح فين وتم الاختيار مع فريق أصلا جهاز الفني بتاعه الحقيقة يعني جهاز فني لا واضح أنه اتقرى اللي بيعمله الراجل عنده مهدين من كل ما يمكن أن يكون مناحي كرة القدم الحقيقة ماشي بشكل كويس خلاني أدور وراه فلم نعتاد يعني في المنطقة دي حد يجيب مهد نفسي وتغذية وكذا واتنين يعني اللي هما بيرقبوا الأداء لا الحقيقة هو مدرب فاهم هيسم شعبان بدأ يقول للاعبته أنه أنت بتلعب مع الأهل أو الزمالك هتتغلب طب ما تلعب وتتغلب ليه لو لعبت فبدأ يعمل حافظ دا هيفيد كتير جدا مع السفقات اللي جابها الكيلوباترة هيفيد أحمد ياسر ريان جدا طيب ويخلق منه مهاجم الأهلي سيحتاجه يعني قريبا جدا جدا مهاجم